عكست قمة منتدى أبيك وفق باحثين عراقيين الدور الإيجابي للصين على مستوى الدفع بعجلة التنمية العالمية والتزام المصاري السلمي بعيدا عن مخططات الحرب الباردة وهي توجهات اختزلتها كلمة الرئيس الصيني في القمة التي ألقاها في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم إذ تتلاق التوترات الجيوسياسية مع تحولات المعادلة الاقتصادية اختتمت أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك احتضان دول هذه المنطقة لما يقارب ثلث سكان العالم وتمتع اقتصادها بنحو 60% من الاقتصاد العالمي عوامل تجعل وفق باحثين عراقيين من هذه القمة غاية في الأهمية وأن لها عكاسات على دول العالم أجمع هذه المنتدايات تمتلك معطيات استراتيجية إيجابية على مستوى تلك الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأيضا الدول الأخرى هذه الدول يجب أن تكون مستقرة هذه الدول يجب أن تكون متناغمة متواصلة بالتالي تنعكس معطيات تلك القرارات في مورد الطاقة في مورد الاقتصاد الحور في مورد الاقتصاد العالمي في كافة مجالات الحياة في معالجة القضايا التي أصبحت عامة ودولية مشاركة الرئيس الصيني في القمة وفحوى الكلمة التي ألقاها لها أبعاد مهمة وفق تحليلات لا سيما وأنه ركز في الحفاظ على مسار التنمية السلمية وإبعاد منطقة مهمة من العالم هي آسيا والمحيط الهادي عن أي مخطط لإذكاء الحرب الباردة استطاعت الصين من خلال سلميتها ومن خلال تعاملها التعاوني والمشترك والذي يهدف إلى ما يطلقه الرئيس الصين شي جي بينك أنه الذهاب للدول العالمية نحو المصير المشترك والتعاون المشترك وهذا ما يدل على نجاحها من خلال دبلوماسيتها السياسية والاقتصادية التي تصف في صحيح اقتصاد الصيني وفي المنطقة والعالم دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة بدل جهود مكثفة لمواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع التضخم والأمن الغذاء وتغير المناخ والكوارث الطبيعية أبرز ما ركز عليه المجتمعون تحت مظلة أبيك وهي توجهات وفق المعطيات الحالية ستكون لها عواقب إيجابية في المستقبل المنظور وتكمن أهمية دول أبيك وفق الباحثين العراقيين لكون قطاع الأعمال في دول آسيا والمحيط الهادي قوة مهمة لتدعيم النمو الاقتصادي العالمي هذا فضلا عن الثقل السياسي والموارد البشرية والطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول من بغداد محمد حميد CGTN العربية